السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. ازا حضراتكم اه ان شاء الله النهاردة هنتكلم على ازاي اعمل على التأثير بتاع الايد او اليد على السبورة السودة في الباور بوينت. تمام? طبعا في البداية جماعة ببدأ افتح برنامج باور بوينت. طبعا بلانك بريزنتيشن. هفوش اي مشكلة خالص. وبيبدأ اه يحمل معي. هو يعني الخطوات بسيطة وسهلة ومش هتكمل معنا يعني خمس ست دقائق ان شاء الله. طبعا يا جماعة بيحمل البرنامج زي ما احنا شايفين. طبعا انا هبقى بستخدم اه زي ما احنا شايفين هنا صورتين. تمام? اه اول حاجة هو فتح معي جماعة باجي هنا على قيمة وبختار منها طبعا لعشان هضيف صورة. فبيفتح لي البرنامج زي ما احنا شايفين. وباجي على وبختار الصورة بتاعتي اهي. اللي هي السودة دي. تمام كده? ببدأ طبعا اكبرها وخليها على قد بالزبط. بعمل لها اه يعني كده. تمام. برسم كده بضيف مربع نص. ويعني بزبطه بقى مثلا اخليه اربعة وعشرين. ازبط طبعا هاي بقى ابيض. تمام. وبخليه بولد. اوضع اكتب بقى اكتب مسلا جمال صلاح. تمام? واكتبها برضو بالعربي. فيش مشكلة. جمال صلاح. تمام. اه بعد يا جماعة ما شايف زي ما شفتم كتبت الاسم باجي بقى على تمام? وبيجي بختار اه الوايب. وبعمل لها بريفيو. طيب. بعد ما اخترتها هيجي في وحقول له اعمل هالي عشان تبدأ تتحرك من الشمال. تمام? اه بس احنا لاحزنا اللي الحركة بتاعتها يعني سريعة. فانا عايز ابطقها شوية. طبعا هاجي هنا على الديوريشن. بس قبل ما اجي عالديوريشن عايز هنا اخليها آآ ليتر. لبقى عشان يتحرك حرف بحرف. انت لو لاحزتوا الاول بتبقى الكلمة كلها. تمام? بعد كده هاجي عالديوريشن. وازود الوقت. طبعا ازود الوقت يا جماعة بتبقى الحركة بطيئة. زي ما احنا عارفين. اقل للوقت تبقى الحركة سريعة. واجي تاني اعمل بريفيو. زي ما احنا شايفين اهو بيبدأ يتحرك حرف بحرف. تمام? تمام كده. طيب في اه في الجزئية دي جماعة عايز اعمل ايه بقى? اه حاجي بقى تاني على قيمة بعد ما زبطت اهو. تمام? وحضيف بقى الصورة التانية. تمام? احنا كنا حطيناها فين? عالديسكتوب. وحاجي اختار الصورة بقى بتاعت اليد دي اهي. تمام? وابدأ اه اجيبها هنا كده تحت قريبة تبقى ايه? يعني بالمحاذاة مع الاسم. وهعمل لها برضو بس اللي هعمله ده. اه حيبقى ايه بقى? مش هيبقى اه يعني هفتح الليستة دي ومش اختار ولا ولا تمام? واختار يا جماعة اللي هو كاستم آآ بوث. تمام? انا اللي حدد الطريق. طيب بعد ما اخترته. بصوا هعمل ايه? هحاول هحاول اكتب الاسم اللي هي كلمة جمال صلاح. عن طريق الايه? اللي انا بعمله ده عشان تتحرك مع نفس المساط. طبعا بحاول قدر الاستطاعة يعني. اهو جمال صلاح. تمام? وبعد ما كتبتها. طبعا بتبقى عايزة دكة شوية يعني. بس عشان تديني بقى نفس ايه النتيجة? تمام. بعد ما كتبتها يا جماعة باجي بقى هنا واعمل بريفيو. طبعا بتظهر الكلمة الاول كلمة جمال صلاح. تمام? وبعد كده اللي هو الايه? التانية بعدي. بس انتوا لاحزتوا اللي هو فوق شوية. حطر بص يا جماعة اسحبه تحت شوية. اليد كانت فوق الحركة بتاعتها. اسحابها تحت شوية. وهحزف بالمرة كلمة جمال صلاح اللي بالعربي دي. عشان ما كتبتش اه في التاني غير الايه? غير الانجليش. تمام? تمام. بصوا كده يا جماعة. اهو بعمل بريفيو. جمال صلاح. بصوا بقى جمال صلاح التانية. هي موجودة بس بعيدة برضو. اه فحطر برضو اسحب جمال صلاح. اللي هو الصورة التانية بتاعت اليد اصحابها بعيدة شوية. طبعا انا بفضل اهي او ازبطها معاك يا جماعة كده اونلاين عشان بس اني ما شايفين هتبقى ماشية ازاي? اه دي جمال صلاح الاولى. ثم جمال صلاح التانية. برضو بعيدة. عايزة تتسحب شوية برضو. تمام? فبردو باجي جماعة بعدها شوية. تمام? واعمل بريفيو واشوف برضو هيحصل ايه? اه دي برضو جمال صلاح. تمام? واه دي جمال صلاح التاني. برضو لازالت يعني بعيدة سنة. تمام. برضو هاسحبها كده يا جماعة واعمل بريفيو اعتقد كده في في دي اعتقد هتبقى افضل. ان شاء الله يعني. اه يعني نسبيا يا جماعة بيت افضل. تمام? اخر بقى اخر بقى ضبط بقى بصراحة يعني اخر حتة عشان يبقى احنا مع بعض. بصوا بقى يا جماعة هعمل ايه? حاجة هنا في في بتاعها برضو وبطها شوية. وحاجة على عشان بقى يبقى تاني شغالين مع بعض. بصوا كده يا بقى يا جماعة. اه وانا بعمل البريفيو. مع بعض يشغالين اهو. تمام? بس بقى ايه برضو هزبط النقطة دي شوية. تمام? وحقول له برضو بعد ما سحبها يعني هزود سنة برضو يعني خليها قبط عشان تلاحظتوا بتاع السورة اليد اسرع شوية. تمام? واقول له بقى بريفيو. اتمنى اللي هي تكون كده بقت افضل قوي يعني. اهو يا جماعة. اه يعني مقبولة. ده باختصار شديد الجزء يا جماعة بتاع عمل تأثير اليد على السبورة السودة. في الباور بوين. اه في الختام اتمنى تكون حلقة عجبتكم وما انساش اللايك والسابسكرايب والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.